اهلا و سهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة دكتور أحمد سابت وأهم الأرقام والإحصاءات الخاصة بمباراة المأوليد العرب زكا دكتور الحمد لله تمام مبروك الله يبارك في حضرتك ألف مبروك لجمالي النادي الأهلي ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللعبين بالتأكيد الفوز اللي اتنشر على التوالي فوز مهم أوي بتلعب التاني على الدوري النهاردة فرق وفريب يقدم يعني موسم محترم جدا مع كابتن عماد النحاس ممكن النهاردة كمان دي تعتبر تاني أفضل بداية في تاريخ النادي الأهلي في بداية الدوري يعني الموسم الأولاني الرقم الأول كان موسم 2004-2005 ب17 فوز متتالي ده كان 2004-2005 مع مانو الجزيه النهاردة بتعادل رقم موسم 2002-2003 مع بون فرير ب12 فوز متتالي يبقى كده انت تاني أفضل بداية في تاريخ النادي الأهلي في الدوري الأولى كانت 2004-2005 ب17 فوز متتالي النهاردة اللي هي تعتبر رقم 2 ب12 فوز متتالي 2019-2020 و2002-2003 رقم 4 كانت موسم 99-2008 فوز متتالي فبالتأكيد بداية محترمة جدا النهاردة يمكن المباراة ممكن كأداء متعجبش الجماهير ولكن مباراة تكتيكية يعني على طراث فريد من فايلر فايلر تفوق على عماد النحاس عشرة العشرة النهاردة فاجئ الجميع فايلر بطريقة لعبه في ايه؟ طول عمرنا متعودين النادي الأهلي بيعمل 600 تمريرة 500 تمريرة بتنزل تهاجم النهاردة فايلر عمل ايه؟ عمل مباراة دفاعية فاجئ الجميع بمباراة تكتيكية دفاعية على مستوى اكثر من رائع النهاردة البداية بواحد زي ايمن اشرف لما تكلمنا قبل المباراة ازاي تبدأ بايمن اشرف على حساب علي معلول كانت من خلال ان انت لو انت كنت بدأت مثلا طبعا علي معلول نجم كبير ولكن كان ممكن مثلا يبقى فيه نوع من الرزق ان انت عندك سرعات كبيرة اوي محمد سالم لعيب سريع جدا كريم مصطفى لعيب سريع سيف الدين الجزيري لعيب سريع جدا وبالتالي البدء النهاردة ان انت خليت النادي الاهلي بيستنى في وسط ما لعبه دي اول مرة تحصل يعني اقول لحد داك على رقم عدد المحاولات بتاع النادي الاهلي النهاردة اول مرة فريع يتفوق على النادي الاهلي في عدد المحاولات نادي المقاولين عامل 15 محاولة مقابل النادي الاهلي عامل 10 محاولات نسبة التمريرات عدد التمريرات بتاع النادي الاهلي 405 النادي الاهلي طول عمره في المعفايلر بيعمل 500 و600 ولكن النهاردة هو ساب لك القورة وقال لي المقاولين لعبوا براحتك وأنا اللي حكسب إزاي من خلال حاجتين سرعة التحول من الدفاع للهجوم زي ما شفنا الهدف الأول الهدف الأول لو عرضناه هنلاقي سرعة التحول رهيبة من الدفاع للهجوم الحاجة التانية أستنى خطأ من حد من المنافس زي ما شفنا الهدف التاني واتكلمنا على أخطاء محمودة بالصعود حارس المقاولين العرب في الطلوع من مرمى والتردد دايما في قراراته هذا يا كابتن إسلام سرعة التحول ده اللي عمله فايلر استنى فسط ملعبك وتحول بسرعة من الدفاع للهجوم احنا متعودين دايما النادي الآن اللي بيعمل ايه في الدوري هو اللي بيسيطر هو اللي بيستحوز هو اللي بيعمل عدد تمرير كبير ولكن النهاردة هو فاجئ الجميع وفاجئ كابتن عماد النحاس بالطريقة الدفاعية وازاي دايما نكرت القدم تلات حاجات الدفاع مرحلة الدفاع مرحلة التحول من الدفاع للهجوم مرحلة الهجوم قادل حاجة تانية برضو استغلال خطأ من خروج من محمود أبو السعود اللي اتنامنا عنه قبله المباراة فيه الكرارات في الخروج من المرمى وبالتالي ده شغل فايلر ده مباراة اكتكية النهاردة احسن اتنين مداربين في الدوري مين؟ فايلر وعماد النحاس احسن اتنين مداربين في الدوري مباراة اكتكية ما بينهم مين اللي تفوق فايلر؟ ازاي تفوق حسيبك تلعب انت عندك سرعة ممكن لو كان النادي الاهل ضغط النهاردة وعمل عدد التمريرات كان هيبقى فيه مساحات كبيرة وراه لو كان لعب دفاع هايلاين اللي هو دايما بيلعب دفاع متقدم يعني طول عمرنا مثلا مع فايلر بيلعب دفاع متقدم تخيل الدفاع المتقدم ده وفيه واحد زي محمد سالم ده مستوى بصراحة غريب محمد سالم الموسم ده يعني سريع جدا وحاجة غريبة سرعات غريبة تخيل لو محمد سالم ده كان موجود وفيه مساحات وراه فبالتالي فايلر النهاردة اعتقد ان هو زاكر المنافس بصورة ممتازة ان انت اولا تقفل المساحات تبدأ بايمن اشرف واحمد الشيخ اللي بيوصل التقلق على المستوى الدفاعي تمال اللي بنقول في الاستوديو هنا ان احمد الشيخ فايلر مقتنع به عشان معدل قطع الكرات بتاعه النهاردة عمل جابها دفاعية ممتازة احمد الشيخ وايمن اشرف في الجابها دي عشان يقفله الجنب الهجوم القوي سواء بقى محمد سالم سواء سيف الدين الجزيري سواء كريم مصطفى اكتر من لعب عندهم سرعات وبالتالي فايلر عمل مباراة تكتيكية ممتازة بالوقوف وزي ما قلت لحدك اعتمد على حاجتين هتحول بسرعة اقطع الكرة بسرعة واعمل سرعة التحول واللي شفناه في الهدف الاول بسرعة والسرعة التحول من الدفاع للهجوم الحاجة التانية ايه ان انا استنى خطأ من حد من الدفاع او من حرص المرمى او كده او اشوت من برة يعني شفنا النهاردة عمر السلية بيشوت عمر السلية مثلا عمل محاولة محمود متولي عمل محاولتين فده راجل زاكر المنافس بصورة جيدة جدا ده بالنسبة لفايلر على المباراة تكتيكية بالنسبة للاداء تحليل اداية اللي لعبين بقى اعتقد ان عمر السلية قدم مباراة ولا اروع بالاركام عمر السلية النهاردة لعب تسعين دقيقة تبتكلم في لعب صنع هدفين عمر السلية هو اللي كان بيعمل لك عملية التحول وهو اللي يدر في الحتة دي اللي هو بيقود النهاردة محمد مجدي افشا ما كانش في حالته ولكن عمر السلية هو اللي كان بيقوم بالدور ده عمر السلية قدمنا ارقامه على الشاشة لعب تسعين دقيقة صنع هدفين اكثر من قطع الكرات وبالتالي انت بتتكلم في واحد على المستوى الهجومي صنع هدفين على المستوى الدفاعي اكثر من قطع الكرات واحد وعشرين مرة اكثر من قام بتاكلينج صحيح بالتساوي مع اي من اشرف ثلاث مرات واكتر واحد استعاد السكن دي بول الكرة التانية اتناشر مرة وكمان اكتر واحد عمل تمريرات في الملعب تسعة وتلاتين تمريرة وكان تمريرة طولية حداشر تمريرة طولية اكتر واحد عمل تمرير طولي لونج باس لقدام بنسبة نجاحها ربعة وخمسين ونص في المية نسبة دك التمريرات والقصيرة تسعة وتمانين وتلاتة عدد المحاولات على المرمى واحد وارتكب خطائين وحصل على خطأ وبالتالي عمر السلية قدم اداء ولا اروع في المباراة ومكسب كبير وفوز معناه مهم جدا قبل مباراة النجم الساحلي رقم اتنين وبرضو اللي ينافس عمر السلية في رجل المباراة هو محمد الشناوي محمد الشناوي بيعيش افضل فترات حياته ويحسب لمدرب حراس النادي الاهلي التطور الموجود في محمد الشناوي اكتر مباراة في الدوري تصد فيها محمد الشناوي لتزديدات سبع تزديدات اكتر مباراة تصد فيها تزديدات سبعة طب عدد السيفز عدد الانقاذات منهم اللي هي اهداف محققة تلاتة انقص تلاتة اهداف محققة من نادي المقولين العرب وبالتالي يستحق تقييم عالي جدا خروج صحيح على العرضيات اتنين من اتنين يعني نسبة مجاح في العرضيات مية في المية طب بالنسبة للخروج من المرمى دوري اللي بيعابه الشناوي خروج صحيح تلاتة خروج خاطئ مرتين اللي هي كانت فيه واحدة في بداية الشوت الاول واحدة في بداية الشوت التاني كمان محمد الشناوي بقى بيلعب برجله كويس قوي يعني التمريرات الطولية خمستاشر بنسبة نجاح تسعة وستة واربعين وستة يعني سبعة من خمستاشر صح فرقم كويس جدا تطور في الخروج من المرمى ترد الفعل عالي جدا العرضيات ما شاء الله عليه بيلعب دور اللي بامتياز كمان فيه رقم مهم قوي لمحمد الشناوي النهاردة بيوصل لكلين شيت رقم كم رقم عشرة في كم مباراة في اتناشر ماتش بسم الله ما شاء الله عشرة كلين شيت في اتناشر ماتش لو بصينا على المقارنة ما بين أرقامه في الموسم الحالي والموسم الماضي التصميم الصورة اللي بعد دي هنبص نلاقي أرقامه بص صحيح داك هتلاقي الموسم الماضي لعب كم مشاركة تلاتة وعشرين بالأرقام حافظ عن نظافة شباكه الموسم الماضي كم تلاتة وعشرين استقبلت شباكه أهداف 11 هدف طب الموسم الحالي الموسم الحالي لعب اتناشر مشاركة حافظ عن نظافة شباكه عشرة من الاثناشر يعني واستقبلت شباكه أهداف اتنين وبالتالي محمد الشناوي بيعمل أرقام الدعف يعني بيقترب ان شاء الله ان هو يعمل أرقام رهيبة واعتقد ان هو بإذن الله كلين شيت هيبقى رقم كياسي الموسم دا للمحمد الشناوي بعد كده طبعا أحمد الشيخ أحمد الشيخ يعني قدم دور دفاعي مهم جدا يعني لو بصينا في الحتة دي أقول لها داك على رقم مميز جدا لأحمد الشيخ رقم مفاجئة أحمد الشيخ أكتر لعب قطع دايما بنقول الرقم دا أكتر لعب قطع الكورة في الرباع الأمامي ولكن النهاردة الرقم عدى العشرة وصل 11 مرة يعني 11 مرة قطع الكورة دا دور مهم جدا لأحمد الشيخ في الجنب دا يعني أحمد الشيخ آه تحس ان هو هنا بيلعب مش على عدلته فمش واخد راحته يعني هو لو لعب في الجنب دا بيبقى أكتر بيروح على الجن أكتر ولكن هنا هو طالب منه دور دفاعي أكتر يعني النهاردة كان الدور الدفاعي بتاع أيمن أشرف وحمد الشيخ مميز يعني أحمد الشيخ لو استعرضنا أرقامه هنلاقي أن هو قطع الكورة 11 مرة عمل 25 تمرير قصيرة صح من 29 3 تمرير طولي كواس جدا وعمل 4 عرضيات ملوش ولا مراغة نكحة ملوش ولا محاول هذه أرقامه قدام مع الشاشة لعب 79 دقيقة طبعا هو فقد الكورة 4 مرات قطع الكورة 11 مرة نركز في الرقم اللي هو أكتر من قطع الكورات في الرباعي الأمام 11 مرة فقد الكورة 3 مرات طبعا رقم كواس جدا حصل على أخطاء ما حصلش ولا خطأ أهم حاجة هو وطبعا صنع فرصة اللي هي الهدف الأول اللي تسببت في الهدف ولكن أهم رقم في أحمد الشيخ هو دايما أنه مميز بقطع الكورة في الحتة اللي قدام اللي بعد كده اللي بعد كده طبعا يعني فيه ناس مميزة جدا لما راح باكليفت النهاردة لو استعرضنا الأرقام ما بينه وما بين أحمد فاتحي حلقا أن أيمن أشرف قطع الكورة 13 مرة رقم كواس جدا متساوي مع ياسر إبراهيم بالمناسبة 13 مرة أدي قدامنا أشرف عمل كان تمريرة من وراء 30 تمريرة قصيرة صح و2 خاطئة أحمد فاتحي 19 و1 خطأ طب التمريرات تقول ليه يعني اللونجو باس بتاع أيمن أشرف كان 5 بنسبة نجاح 40% لكن أحمد فاتحي السبعة السبعة صح بالنسبة لقطع الكورات 13 لأيمن أشرف رقم كبير أحمد فاتحي 10 وكمان أيمن أشرف منع هدف محقق اللي هو كان انفراد وبالتالي على مستوى الدور الدفاعي والتغطية العكسية ممتاز النهاردة نبص بقى على الدور الهجومي الاتنين في الدور الهجومي ما كانش لهم دور كبير وده ايه؟ وده بيأكد ايه؟ التعليمات بتاعت فايلر أن أنت تقف في وسط ملعبك مستني فرقة المقاولين عشان السرعات اللي عندهم يعني لو بصينا على أحمد فاتحي في الأرقام هللاقي أنه عمل 9 عرضيات طبعا ولا عرضية صح أيمن أشرف 4 عرضيات لا لا بس أنا بختلف معك بيني وبينك برضو ساعات أصل الأرقام دي بتبقى يعني أنا النهاردة شايف أن أحمد فاتحي واحدة من المباراة الجيدة جدا اللي عمل فيها طبعا نعم؟ طبعا أحمد فاتحي عمل ماتش كويس لا مش ماتش كويس طبعا ماتش كويس لكن أنا بتكلم على الأوفرات يعني النهاردة عمل أوفرين بالنسبة لأنا يعني أنا كنت بلعب في المكان ده وعيلا في أوفرين دول من أحلى الأوفرات اللي عملهم أحمد فاتحي طبعا لكن لا حدش راح عليهم ممكن تقول اللعيلة لا لا معلش فما ينفعش تقول إن هي أوفرات خطيئة ما ينفعش تقول إن هي أوفرات خطيئة هي ممكن تبقى أنا عامل أوفر صح في مكان صح واللعيب ما رحلها أو رحلها او المدافع شالها أحسن من المهاجم لكن في النهاية أحمد فتحي عامل النهاردة تحديداً وأنا قاعد أفرين جمدين جداً يعني مش من الأفرات السهلة أن هي تتعمل وقوية ومرفوعة في مستوى جيد للعابين وشايف اللعيب قطع إزاي؟ لا ما ينفعش تقولي أنه ما رفعش ولا واحدة صحة ما أنا هقول لحدك لغة الأرقام بتقوليه في الإحصائيات في العرضية العرضية بتتحسب أنا دايماً بنتقد الموضوع دي هي بتديك مؤشر يعني مثلاً لما لاعب يعمل عرضية وما يستلمها الزميله بتتحسب عرضية خطيئة فدي بتديك مؤشر بس لما لاعب يعمل تسع عرضيات فيها ظلم كبير الحقيقة أه طبعاً دي بتبقى بس على الأقل بتديك مؤشر مثلاً لما يتقول مثلاً تسع عرضيات عمل منهم فرصتين أو تلاتة يبقى عمل عرضيات كويسة مثلاً لكن طبعاً أحمد فتحي قدم مباراة كويسة جداً على المستوى الدفاعي كان بلعب عليه لعيبة سرعات ما بتكلمش على المباراة ما بتكلم على الأوفرات على العرضيات العرضيات اللي عملها أحمد فتحي النهاردة من وجهة نظري أن النهاردة واحدة من المباراة الجميلة جداً اللي عمل فيها هو بالمناسبة أكتر لعب عمل عرضيات في المباراة أحمد فتحي عمل تسع عرضيات أكتر لعب عمل في المباراة أيمن أشرف عمل أربع عرضيات بس أيمن أشرف أرقامه على المستوى الدفاع هيلاً بصراحة منع هدف محقق تلاتاشر مرة قطع كورة اكتر لعب عامل تاكلينج صحيح بالتساومة عامل السلية وبالتالي يقدم مبارك وايسا ما ننساش طبعا ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم وجوده ماشي في خط الدفاع جنب رامي ربيعة فرق كتير اخر حاجة بقى معنا النهاردة حسين الشحات واسمع برضو ارقام ياسر ابراهيم بالنسبة لحسين الشحات حسين الشحات هنعملين له مقارنة ما بين ارقامه الموسم ده والموسم اللي فات بص هتلاقي حسين الشحات يعني كسر ارقامه بتاعت السنة اللي فات حسين الشحات الموسم اللي فات لعب كم ماتش 17 مشاركة مسجل مع النادي الاهلي اربع اهداف وصنع هدف طب الموسم الحالي لعب عشر مشاركات بس مسجل خمس اهداف وصنع هدفين وبالتالي حسين الشحات كسر ارقامه بتاعت السنة اللي فاتت في عدد مباراة اقل يعني السنة دي لعب عشر مشاركات السنة اللي فاتت لعب 17 مشاركة ممكن يكون هسين الشحات مسته برضو في الفعلية على المرمى دايما لما يبقى عندك أكتر من هدف النهاردة بنشوف وليد سليمان بيوصل للجوني السادس هسين الشحات بيوصل للهدف الخامس كهرباء بينزل الماتش الفات بيجيب جونين فعندك تنوع تحديف كبير جدا فدي حاجة مهمة وليد سليمان بالمناسبة النهاردة وصل لهدفه السادس وقلنا اتكلمنا على ميزة وليد سليمان في الموسم ده إنه هو بيلعب بضربات راس بصورة ممتازة يلعب بروح عند روح ميزة ياسر إبراهيم بيلعب بروح علي قوي كمان تمركزه دايما بيأخذ العرضة للكايم القريب بشكل مميز جدا قطع الكرة 13 مرة بيفوز بالالتحمات الهواية بصورة ممتازة جدا وكمان منع تزدتين مؤسرتين ده بالنسبة لياسر إبراهيم مبروك طبع للنادي الأهلي ثلاثة نقاط جديدة بيوضفها إلى رصيده ليتربع منفردا على قمة الدوري العام المصري مشكرا شكرا جزيلا دكتور أحمد شكرا بالتوفيق بينتنا لنادي الأهلي في فترة جديدة هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كابت الناصر عباس أهم الحالات التحكمية بقى هنتكلم عنها في مع طاقم التحكيم أو عن طاقم التحكيم ترجمة نانسي قنقر